اللي ما شوفش من الغربال واللي يشوف ولي مش عايز يشوف إبراهيم أهلا بك بشمهندس وأهلا بك وعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة خمسمية أربعة وتمانين من ملك وكتابة مهندس عد بدأها بهاز زايا جامدة أوي اللي ما شوفش من الغربال في ناس المسأ بقولك اللي ما شوفش من الغربال بس اللي ما شوفش من الغربال ده انت بتفترض فيه حسن النية بس هو ما عندوش البصيرة أو البصر لكن فيه نوعين تانين بقى فيه اللي بيشوف ده الشخص الموضوعي اللي بيمظروا الأمور بموضوعية مهما كان درجات الاختلاك لا يحكم انتماءاته بقدر ما يحكم الواقع والحقائق وفيه النوع بقى ده الصعب جدا وهو ده مربط الفرس اللي مش عايز يشوف اللي شايف بس مش عايز يشوف يعني اللي ما شوفش من الغربال طبعا اللي ما شوفش من الغربال يبقى أعمى بس كده المهندس عادلي فرض علينا في حلقة النهار ده ان احنا نستلف الغربال لبقية فقرات الحلقة كلها لانه واضح جدا انه محور الحلقة الغربال اللي ما يشوفش منه واللي مش عايز يشوف واللي بيشوف واللي بيشوف ده الموضوع يشوف ويقول رأيه طب ايه اللي بيشوف عندك نماذج اللي بيشوف طبعا طبعا رحمة الله عليه أولهم المستشار أحمد الباكري لازم نذكر أن الوسط الرياضي قد فقد رجلا جليلا من لحظة اللي جي فيه تشعر من عادة الهدوء ومدى جسور الود والتفاهم في الوسط الرياضي ويعني احنا أرجو الله نفتقده وأن يكون هذا الجسد مش مرتبط بأشخاص بقدر ما هم مرتبط بالواقع اللي احنا عايزين يعيشوا كلنا جاء ليحدث فارقا سريعا ويرد النادي الاهلي عليه بسرعة ويتلقف ويرحب وكان من المخطط أن هذا الجسد يعبر عليه كل الأطراف ويعبره جميعا بالكرة المصرية والرياضة المصرية إلى مكانها الذي تستحقه أنها تدعم الأواصر المحبة والود رحمة الله عليه كمان أنت عندك أكثر من نموذج لازم تضيفه على